موسيقى عزاء المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لقائن خاص ضيفنا اليوم هو فنان وموسيقي مجري اعتقل هو الحوثيون لمدة ثلاثة عوام في صنعاء نرحب في هذه الحلقة بالفنان والموسيقي ومهندس الصوت الأستاذ عبد الحكيم فارس الشهير بأبو يحياء أهلا وسهلا أستاذ عبد الحكيم السلام عليكم بداية أستاذ عبد الحكيم لو تحدثنا عن بداية علاقتك باليمن في عام 2005 أسلمت ليد الشيخ من بيت الفقه من الحديدة اللي جلس في مركز الإسلامي في المدير ذاك الوقت وهو كان الأول شخص الذي تعرفت عليه من شعب اليمني وبطريقه وأيضا عندما جلسته في المسجد في بودافس في عاصمة المجار تعرفت للطلاب الذين يدرسوا وعدهم حتى كثير منهم يدرسون في جامعة في المجار حتى الهين وبطريقهم تعرفت الثقافة الغريبة في أوروبا ثقافة اللي عادوها لأسلوب الإنساني عايش حتى الهين وعندما حصلت الصوبة بسبب ديني الجديد في ذاك الوقت في المجار أخترت أني أهاجر من المجار وبسبب اللاقة بيحاولي الشباب أخترت أني سأهاجر إلى اليمن حتى حصل في عام 2008 بطريق واحد اسمه حمزة الشرجبي اللي درس في المجار ذاك الوقت تعرفت الأستاذ فهد الشرجبي كان مدير بيت اليمني الموسيقى وبدأت أشتغل معهم ثم تعرفت الأشخاص من الحديدة وبسبب الشيخ أنا من أول بحثت عن علاقة مع أحلى الحديدة وأنتقلت من صنعيلة الهديدة في عام 2009 أشتغلت ثلاثة سنين مع ستوديو صوت الإيمان مع الأستاذ حسن داود وسراح هذا كان ذكر جميل وأعضل ذكر جميل في حياتي إن شاء الله أستفدوا مني وأنا أستفدت من هذه الجلسة كثيرا وبدأت أن أشتغل في هذا الوقت مش كمحندي الصوت فقط ولكن حتى كم أعرف موسيقي معزم موسيقي هذا العمل يعني أنه يجب نغمه يجب لحنا نعمل الموسيقى يعمل لك والموسيقى ليهو كموسيقى عجبني هذا الشغل كثيرا لأنه يحتاج أحساس يحتاج روح منك قموح أنت الصوت أنت تشتغل تشتغل زي تلون البيت الجاهس لكن قموح أعرف موسيقي أنت تبني البيت من توب للتوب نعم طيب الفن اليمنية والموسيقى اليمنية ما هو الذي شدك لها وأنت جاي من بيئة مختلفة فنيا وأيضا أنت كنت عازف روك وغيرها مش أني كنت عازف أنا عازف روك حتى الآن لكن الفن لازم أن يكون مفتوخ على كل أنواع من الموسيقى مش الموسيقى فقط في كل شيء تقدير أن تستفيد منهم تقدير أن تدرس تستطيع أن تفتح أبواب لنفسك في عملك التجربة التي بدأت منت في بيت الموسيقى وبعدها ذهب تير الحديدة وطلعت رقم أكثر على فن الإنشاد اليمني نعم 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 أكثر عملنا قوانا ما منشدين مش ما فنانين حسن داود أستاذ حسن داود هو ملتزم في الدين من شاء الله وصحيح أن أحيانا نشتغلنا بفنانين لكن أحتنا به أن موضوع الأغاني لا يذكر بأشياء الذين حراموا بالدين قد في الهديدة تعرفت مثلا على المنشد خالد دبيبي وتلعت بيننا علاقة مش بسبب العمل فقط لكن تلعت بيننا حتى الصداقة وحد الصداقة تبقى حتى الآن أو مثلا المنشد عزي المسوري كان زابوننا في الهديدة لازم نذكر مثلا بالمنشد عبد الكافي العجمي اللي أصلا جلس معنا يعني هو كان الشخص ثالث اللي يشتغل معنا وحصلت فيه موهبة خاصة هو وحسن الآن جالسين ويشتغلون في السودية وإن شاء الله يبدأنا بعملهم أنت كنت في 2011 تقريباً حد عشر أنشت أنشودة لشباب فيبراير شباب الثورة وحديتها مش أني أنشت أنشودة فقط ولكن ذلك الوقت أنا سجلت ألبوم كامل بستة أغاني خلي خلي يسمي هذا العمل أغني لأنه بطريقة العمل يعني بعيد من الإنشاد نعم بعيد من الإنشاد يعني أنا أسميه أغاني لكن لكنه مثلا قريب يعني بالموضوع قريب للإنشاد بس شكلها شكلها موسيقي كانت الأداء الموسيقي فيها حاضر وأيضا الروح الصاخبة فيها أنا ما غنيت ما غنيت هذا ما غنيت هذا لأنني أشارك مع أي جماعة سياسية أنا أريد أن أبقى مستقل ولكن أردت أن أقول الأشياء التي رأيت خولي ذلك الوقت مثلا الأغنية التي أنت تقصدها إلا الأمام إلا الأمام تلافيتو كيف حقو في قناة سوهيل وقناة يمن شباب كذلك وغنيناه في حفلات عدة مرات في الحديدة وفي صناعة وفي الصناعة كذلك نعم مثلا هذه الأغنية هذه الأغنية أنا أخذت الحقوق للحن من فنة مجري اللي غنى هذه نفس اللحن في عام 89 وماشاء الله عليه مش أن جوابه كان بأفضل طريقة فقط لكن أحتم بموضوع الحقوق كامل وخاصا بلغ سلامه لثوار اليمن في ذلك الوقت نعم كتبنا عليه كلمة أولا بس كما شفت كيف يتغير الأمور غيرنا الموضوع والكلمة كلها على فكرة أقول بينك وبيني أقول بينك وبين المشاهدين الكرام يعني مرة جلسنا في الستوديو وجات لي رسالة من أحد من الثوار وقالوا أن الناس مش رادين بالكلمة اللي ذكرنا بها في الأغنية ولا تقولوا أننا انتصرنا ونقالوا أن انتصرنا نعم وكيف انتصرنا كيف انتصرنا يعني الناصر الحقيقي قانا مش بنحة الثورة ولكن ببني يمام جديد نعم إذا أقول مثلا مثلا النبي موسى عليه السلام عندما خرج بني إسرائيل من فرون قانوا يحتاجون وقت كثير حتى يبعدون عن نفسهم عن أنفسهم كل وسق الذين درسوا حملوا بين بني فرون نعم عندما تجرح نفسك تجرح نفسك في الأغضاء واحدة لكن الشفاء يحتاج وقت طويل صحب لا مثلا إذا قصرت يدك وقصرت رجل تقصرها في ثانية واحدة وتحتاج ممكن شهر حتى تتعافى يتم الشفاء نعم أنت كيف وجدت تجربتك في اليمن؟ كيف وجدت اليمنيين؟ يعني هل مثل ما كنت تعتقدهم؟ يعني إذا أقول الصراحة أعتبر أعتبر اليمن كأردينا وأعتبر أعتبر شاب اليمن كلهم أولاد عمي نعم يعني أنت لم تشعر أنك غريب في اليمن؟ أبدا لا أبدا لا أبدا لا بالأكس الآن هذا الوقت مجالس في المجر أحص نفسي غريب ثقافة اليمن ثقافة اليمن اللي كنت أبحث عنه في حياتي وحصلت حدث ثقافة لي مش كلمة جيدة إذا أقول أنها مناسبة لي يعني أكثر منها أكثر منها جوز مني طيب أنت في اليمن أيضا تعرضت لمحنة كبيرة هل ممكن أن تشرحنا كيف بدأت المشكلة؟ لماذا تم اعتقالك من قبل الحوثيين؟ وكيف تم وأين تم اعتقالك؟ في عملي كمهندس صوت أستطيع أن أقول أنا شخص ما أعرف يعرفوني القنوات تلفزيونات الفنانين كلهم يعرفوني وأيضا بعد الحفلة التي طلعنا بهم في منصة الثوار الساحات الساحة للتغيير في 2011 و2012 عارفوني الحوثيون كانوا موجودين بين الثوار ذلك الوقت عارفوني تواصل معي كثير منهم أنا أسلوبي أني أرد لي أي أحد ليتواصل معي ما أحب ما أحب أن أتكبر على الناس وتواصلوا معي واصل وأيضا في 2012 أنا غادرت من اليمن جلست في الجزير ذلك الوقت وبعدين رجعت رجعت إلى اليمن ورجعت والأشغالي ذلك الوقت الباكية اللي كانوا جالس في الساحة ومكانوا الحوثين فقط كل الباكين خرجوا ومعدهم كانوا جالسين 2013 2013 أخبروا أن الناس واصلا أنا حتى أنا شفتوا بيدي وأخبروا أن الناس خاصا انتبئوا بالحوثين انتبئوا بالحوثين لأنهم إرحابين ذلك الوقت عندما رجعتوا من الجزيرة اشتطعتوا مع الممثلة والمنشد أدنى الرشيدي فتحنا ستوديو ولكن للأسف كما الحال تغير في اليمن لم نستطيع أن نجد فعيدة في هذا العمل ثم أنا انتقلت إلى البيضة عرفتوا ناس كثيرة من البيضة والسافر طالح لنحمل الجوال البدوي ماذا حمل الجوال البدوي هذا كان عيدا جوز جميل في حياتي سمعت لك أكثر بالمقطع سواء من بيحان أو حتى من الدان الحضرمي ما الذي شدك لهذا النوع من الله ما هتشداني فيه واحد ساهب يرسل لي فيديو عن واحد عجوز من بيحان اللي جاب القصيدة حلمت أنني مقزم في جهنم أكيد أكثر المشاهدين يعرفون هذا الفيديو موجود حتى على يوتيوب هذه القصيدة وما أدري كيف كذا جاءت الفكرة بس في الأخذة واحدة وأخذت الصوت العجوز هذا وعملت عليه موسيقى لماذا نجرب كيف يجي الصوت أصلاً هذا التشجيل كان في الريف يعني ليس في استوديو يعني من مكانه مباشر من مكانه مباشر لأن استوديو يغير الجو استوديو يغير الجو لكن هذا الجو الأصلي وجربته كيف يجي كيف يجي هذا الصوت بموسيقى إلكترونية وبعدين أنشرته في هسابي السابق في الفيسبو كيف سيكون ورد الناس لماذا نشوف كيف يكون رد الناس عليه والحمد لله ردهم كان أفضل مما كنت أفكر من أول أيضاً يعني شجعني في نفسي كثيراً لأنه فتح لي باب كثير يعني زي عندما تدخل إلى الجزيرة جديدة لما مشيت فيها هتا خطوة واحدة لازم تتعرف على الجزيرة كامل الفن لازم لازم أن تجددها في نفسك دايماً يعني الفن عندما تمشي على طريق تمشيت فيه ألف مرات اللي فيها خبرة كبيرة لا يشجعك لا يشجعك الفن يحتاج أن يكون يكون عمل من أحساس من روحك مش عمل بخبرة مش عمل زي المكينة نعم طيب أيضاً أنت ذهبت وسجلت الدان حظرني هذا الدان أعطني واحد في البيضة أعطني واحد في البيضة أصلاً أعرني في بيضة عادي في بيضة عن حيوانات يعني في بيضة طبيعية هكذا بس يعني هذا الدان كان الصوت الخلفي فيها عندما سمعت الصوت قلت له صدقني عزبه وستسمع هذا الصوت بموسيقى لم يصدق لكن أنت اشتغلت عليه نعم نعم وهذا الوقت عرفت أن هذا هذا الطريق اللي لازم أن أمشي إليه وأخترت أني سأعمل هذا الطريق للاسف الحرب وقفني في هذا الأعمال لكن إن شاء الله هذا السنين سوف أخلص العمل هذا سنعمل الطريق يعني 12-13-14 قم يأتي نجمة أسوات الذين نسعبرون بموسيقى الإلكترونية ربما من كل منطقة صوتين من كل منطقة بدوية في اليمن لأن هذا ليس أعمال فني فقط هذا أكثر منها لأن بهذا الأعمال أنت يمكنك أن تكون سفير للثقافة البدوية في اليمن وأيضاً فرصة إذا جهزنا هذا الأعمال وننتجوه في السوق العالمي لكي نغير نظر الناس عن اليمنين للأسف أكثر الناس في أكثر دوء يفكرون عن اليمنين مثل أصحاب القتل مثل أصحاب الضماء مثل أصحاب الإرهاب هذا الذي تسمعنا اليمن دائماً في الأخبار صح أم لا؟ نعم أول شيء الثاني خاصة أن أرى في موقع أخبارية مجرية أنهم ذكروا مثلاً بالحادثة التي تقريباً قبل 6 في تونكيا في 2013 و2014 وصلت ببنت الصغيرة التي تزوجها مع رجل السعودي وفي ليلة خميس مرتت من ذكر يعني بحاجة كده يذكرون عن اليمن فقط وأنا أخترت أخترت أني بعملي أجرباً أغير نظر الناس عن اليمن هذه الثقافة العظيم يتعرفون عليها هذه من أنظف ثقافات في الدنيا نعم طيب في هذا الأعمال هذه ذهبت جميعها تقريباً أخذها الحوثيين عندما تم اعتقالك مع جهازك بعد الأعمال كده نصفكم قلنا جاهز أرسلتم ليومي علشان تسمعه يعني بعدكم رجعتكم أصحابي في اليمن عدوهم يسجلون لدانات من جديد ويرسلون لي يعني إن شاء الله سأبني هذا العمل من جديد طيب إذا عدنا إلى الموضوع الآخر المتعلق باعتقالك في 2015 أين تم اعتقالك وكيف قبل أن أختبئ أشتغلت مع ستوديو ويبدأ الميديا في الصناع في الشارع الضائري كنا ستوديو حقنا قريب من جامعة الصناع ولكن عرفت أن الصناع بسبب الحرب لن يكون سابر لي لن استطيع لن استطيع لن استطيع لأن أصلا ليس الحرب فقط يعني حتى من قبل الحرب من الحوثين كلهم قتلوا العمل الزباين حقنا حربوا من اليمن حربوا من الحوثين التلفزيون في اليمن غيروا برامجهم كلهم نعدوا على الحوثين يسمونها جهاد لكن نحن نعرف أنه يرهاب ما أشوفت ما أشوفت في الشاشات إلا القتل إلا البنادك إلا الدعوة لحرب ضد السودية قبل أن بدأ الحرب هذا حقا طيب أنت تحكيت أن أعتقلكم من منزلك أنا بعد أن خرجت من السودية قلنا معي زباين خاصة برد أن أخلص عملهم استجيرت غرفة في فندق لشان الكحربة لأن ذلك بقتها الكحربة يعني قلنا لازم أن أستجير بدت شهر شهر بنوس كده في فندق لشان أخلص كل أعمال خاص اللي كان في يدي ثم ذلك وقت أنتحل حرفي عدن أصحابي في عدن أنتظروا علي بأعمل بسكن بكل شيء بسنا كنتم أنتظر علشان يسلم كل أعمال من يدي لأن هذا أمانة هذا أمانة لا يجوز حتى الدنيا وإنسان كذلك ما يجوز أن تحرب وباقي أعمال عليك ما سلمت من يدك و يوم قبل أن سافرت يوم قبل أن سافرت بالساعة 2 الليلا جاء ثلاثة أسكرية علشاني أخدوني من غرفتي أخدوني بقوة أنا أشتغلت هذا الوقت زيادة وكنت تابا كنت أشتينم سحوني من النوم بشدة أنا ما عرفت عن نفسي ما عرفت ما عرفت مئة بالمئة إيش يوصل معي وحصلت نفسي داخل زنزانة يوم الثاني عرفت أنه كسم 14 أكتوبر كي سنينة اللي جنب عارة ستين المحبسة الذين كانوا في زنزانة يوم الثاني قالوا لي عندما دخلت الليلة حاسبوا أني مسخر كانوا شوكلي زيادة مسخر وهو كانوا من التعب نعم بس تعرضت للتعذيب الضرب في أثناء الاعتقال في القسم لا في القسم لا أنا أقول الحقيقة في القسم ما يكسروا بحقي بالأكس يعني حتى مدير مدير القسم وجاب لي أكل خاص لأن تعرف كيف النظام تعرفون كيف النظام في قسم الشورتين نعم يعني هو ما يجب أكل يعني بيتك اللي يجب أكل لكن أنا أنا ما فيش معي أسرة في اليمن يعني زروني زروني ناس لكن لا تقديرا تدعس لأحد وخاصة خاصة في الإزمال اللي بدأت في اليمن نعم زرين واحد يحمل مسؤولي مسؤوليات هو عليك كامل لكن مدير القسم هو جاب لي أكل خاص لأساكر كلهم لنا معي هبوط سكر واصل هذا نعرف تقريبا من عشر سنين يعني أشتروا لسكرية أشتروا لأسير يوميا شوكولات أشتروا لإلاجات أشتروا لإلاجات إنما كنت تتابا يعني ما أسروا بحقيا المشكلة كانت بالضابط واحد خاصة هو اللي هو اللي هبسني هو اللي جاب إلى اليمن بيتنين هذا اسمه محمد الابياد وكانا يشتفى القديا كبيرا وإذن جاب الشهود كانت أشهدون أني في علاق بالقايدا ويدخلون القديا كبيرا أكيد أكيد لشان نجوم لشان نجوم أكيد وبعد حصلة نفسي في الأمن القومي جلست 23 يوم في الكسم هل تم يعني أنت تحدث أنه عندما تم نقلك للأمن القومي تعرضت للضرب نعم لإعتداء نعم حلق السكان عندما خرجوني من الزنزل في الكسم أتفقنا بالموضي لأنهم يأخذوني إلى الجوازات أنا قد شفت لساكر يعني كانوا جالس لساكر سببا البرد لأن الجو كان برد شديد ذاك اليوم أتفقنا أنهم يأخذوني إلى سجن الجوازات ولازم أن نسافر من اليمن ترحيل أيوة هذا الذي هذا الذي أتفقنا عليه وعليما سكوني بكوة أغمدوا عيني بشغل السود وطلعوا به على السيارة أحست لساكر جالس قلوا جالس في الكراسية السيارة حولي أنا في وسطهم في الأرض وعرفت المكان يعني عرفت الطريقة ليس لجوازات وجربت نبقوا حدي كما أستطيت لكن دعوا الصبر وسيختفوكم مش هذا الذي أتفقنا فيه بدأت السيح معهم وقفوا السيارة وضربونه بجزماتهم بمنادقهم بكل شيء أنكسروا مسناني كلهم بعدها نعم بعد ذلك أخذوك إلى الأمن القومي نعم لكن ما أعتقد أنه يكون نقل إلى السجن آخر أن في ذلك الحال أنما جلسنا في السيارة وبعد الضرف هذا رفع وبنادق لراسي حسبت أنهم يخرجون من صناعة وستشهد يعني ما قدرت أن نفكر بحفظ جديد فكرته به بس يعني إذا جاء وقت هو أن أموت الآن وأموت بأفضل طريقة كما ينفعني في يوم الكيامة ما قدرت أن نفكر به كيف يعرفون أني من يعرف لا يشي استمرت تقريبا في الأمن القومي لمدة عام ولا أحد يعرف أين أنت أهلك لم يتم السماح لك بالتواصل السراحة واحد من المحابس الدكتور ربدالكادر جنيد لكيته لكيته عندما خرجون إلى شماسي هذا في الأمن القومي أو في الأمن السياسي أحد في أمن قومي هذا عدو في أمن قومي هو قرج بتبادل وهو جربا يتواصل بأسرتي لكي يعرفون أني أعتدر مني كثيرا بعد أن خرجنا واتواصل أعتدر مني كثيرا أنه لم يحصل أمي لكن الله يكتب أجره الله يكتب أجره أهمها جنية كانت فيه يعني جرب كل شيء بالأسف ما حصل طيب أنت تعرفت عليه قبل ذلك خلال أنا عرفته في الشماسي فقط عرفته حقيقة ذلك الوقت أنه كنت جالس في زنسانة مع كان جالس بدون قضية حاكموا عليه من أول في مركز في عمران مدت سنة وعندما الحوث مسكوا المركز في عمران فقوا المحابس كلهم وهو سافر إلي إسرائيل ورجع لشان يستنم فلوس من بنك ومسكوه في المتار قالوا أنه هرب من الحبس لكن هذه قضية صنعية كيف يقولون الحوثين الموك لإسرائيل لعنط اليهود ولا يوجد معهم محبوس يهودي يعني قصة يهود حدقان علشان الإلم فقط علشان يقدموا للشعب أن اليهود خطر ما قدرنا ما قدرنا تكلم داخل لأنه كبير بسين بار مش متعلم تعبنا هكذا لكن قالبه كريم قالبه كريم والدك جونيت هو جاء علشان يشوف يهود لأنه السما من أحد المحابس الدك دونيد أول مرة مع دك دونيد طيب كانت هناك يعني حالة تعذيب داخل السجن من القوم لمساجين تمام موسط العنف بحقهم هل ممكن تضعنا في صورة هذه الإجراءات التي كانت تتم بنسبة لي بنسبة لي بقصة أنا أولا للثمانية أشهر ما حققوا معي ثمانية أشهر جالستوا بدون تحكيك حتى ما عرفت إيش القضية ليش أنا جالس هناك حكموا علي سأخرج عيشان أم لا أخرج عيشان إيش بأسرتي ما عرفت شيء الأسوأ شيء في أمن لكم أنك لا تقدر أن تعرف إيش سيوصل معك لا تقدر أن تعرف شيء تجلس في كل يوم وأنت لا تعتقد أنك في يوم القادم ستقوم من النوم كل يوم كل يوم توقعنا بالموت كان هناك حفلات تعذيب جماعية تقريبا كان هناك سعق بالكهرباء أنت إذا تعرضت نعم أنا قحرب قلبي مرتين وهذا أصلاً سبب عندي مشاكل في قلبي يعني عادني لازم أن أشرب إلاج إليه وعندما بعدين عندما نقلون إلى جوازات ومنظمة الدولية للحجرة إنترنشن الورغانيزيشن فور ميجريشن هم الذين رتبوا صفر رتبوا كل شيء وعملوا لفقس طبي لازم يرتبون جميع دكتور اللي يسافر معي إلى المجار لأن بسبب المشاكل في قلبي ما قدروا يتركون نسافر وهيداً وواحد منهما خبر أني أنا ممكن ثلاث أربع سنين لازم يدخلون جهاز إلى قلبي يعني في المستقبل سيحتاج عمل فيها عدني حتى الهي نحيانا ندخل إلى غيبوبة بسبب المشاكل نعم أصلاً معي أسمى سبعة أشخاص الذين ماتوا داخل من قومي ثلاثة منهم ماتوا مباشر بالتعذيب الأول واحد اللي لازم أتكلم عنه حد المواتن الأمريكي جون حمين هو وساحبه مارك مكليستر أمريكي أصلي مواتنين هم وصلوا إلى اليمن علشان يشتغلهم مع شركة تباع الأمم المتحدة وصلوا بطير الأمم المتحدة إلى مطر صنع وسجنوهم في المطر مباشر بتاريخ 20 أكتوبر 2015 فرقوهم يعني ما جلسوا في زنزان واحد جون هو جلس في زنزان أمامي أنا كنت في زنزان سبعة يهود وهو جلس في ثمانية وأصلاً جون هو دائماً حاسبوه واتذكروا به قالوا دائماً العسكري الأمريكي مه بعد عندما جلست ممارك لاني شهر جلست مع مارك في زنزان واحد لأنه لم يتكلم بالعربي وأنا كنت المترجم بينه وبين الشواش وكذا عرفت الكسة يعني هو كلمة أننا جون هو جاء لشان يشتغل كحارس الشخصي وأنا من حياتي حاسبت أن مضو الغلط أنهم تحركوا وشدوا على جون لأن في نظام الغربين في دول الغرب الحراسة الشخصية على مواطنين على مواطنين معهم تسرق ليستقضمون مسدس لكن ليست أساكر لكن في اليمن في اليمن الحراسة على الأسكر على الأسكر وأنا أولا تعكد أنهم حاسبوا أنه بهذا السبب قالوا أنه أسكري ما سببه كيف كيف توفى أو كيف لا أستطيع نعرف بالضبط كيف لكن خرجوه من زنزانه كثيرا ومرة واحدة مرة واحدة عندما تبقى السجن لا أفهم كلامه لا أفهم كلامه فتختاك حقيا لكي تجيب بينه لم ترى وجهه ورأيت أنه تعبا من تعذيب ليس تعبا من مرض تعبا من تعذيب أصلا جابوا له يوميا تقريبا 15 حبوب من الزهجات لأن السمعتين ما دخلوا ذلك البقاء ما دخلوا للهجات إلى زنزان وكان تركوا في كياس في بعض وشعوش جاء كل الليل ووزع للهجة يوميا للمحابس يعني دخل الحبوب فقط أصلا أنت لم تعرف حتى إيش الهجة التي يجيب لك عندما تم أكثر من ثمانية وشهر وأول مرة جاء للي دكتور بعد جاء للي الزهجات ما عرفت مثلا بنسبة للي جاء بلي محد ات جاء ريستيل زينيكس أربع حبا كل يوم ذاك الوقت وانا ما عرفت لانا حتى ما شفت ما شفت اسم الإللاجات قال الله عالم يش جاء لي جون ما هداري ما هداري هو ذكر الحوثين انه انتحر وقتها هذا كان الأول كلام وبعد سمعت كس اللي ينشر عنه استغرب هذا صاحب هو مارك اللي خرج من السجن هو اللي قال لي ان بعد فترة انشر ان مخرج الى مستشفى وهو اخذ بندق في المستشفى وقت ممكن 2 3 حاول يهرب بعدها ايوه لو خرجوه الى مستشفى الناس عارف ما خرجوه هذا ربما عدبوه 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 بشدة وانا ما اظن انه مات مباشر من التعدي ممكن بعد فترة مثلا كسة محسود البكيلي الله يرحمه اللي الدخل الى عمان القومي مع باكي اصحاب حجة وكان نفس كسة عدبوه عدبوه بعد ثلاثة ضربة يام مات من كثرة الدرب نعم اويدا لازم انتك مثلا هنا المحبوس علي العودة انا ما لكيت به بس سمعت كسته ان المحكيق خنقه في وقت التحكيق وكما قال هو كان قضيته بس انه حج الى البيت في مكة طيب سنعود لمناقشة هذه الاسماء وغيرها من التفاصيل بكثير من الاسهب لكن بعد فاصل قصير عزائل المشاهدين فاصل قصير نعود بعده الاستكمال الحوار مع ضيفي المهندس عبد الحكيم فارس للحديث عن الفضائع التي جرت في سجن الامن القومي والامن السياسي في سرعان للمعتقلين تقايق ونعود ترجمة نانسي قنقر في الحرب تنتهك حقوق الإنسان ومع مرور الزمن تختفي الأحداث والتفاصيل ويختفي المنتهكون خلف الركاب التوثيق والإعلام حفظ للقضايا من النسيان استوحدك ذاكرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن عزاء المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد سيد عبد الحكيم كنا نتحدث قبل الفاصل عن المواطن أو المعتقل الذي تم خمقه من قبل المحققين وأيضا هناك عديد من القصص التي لازلت في ذاكرتك ما الذي بالضبط كان يسعى إليه الحوثيين من خلال تكثيف هذا التعذيب على المعتقلين لازم أن نقول من جديد أن الحوثيون إرهابيون لا يعرفون قانون ولا يعرفون خطوط بالتعذيب علشان يكون شقل القضايا الرسمية لازم أن نتكلم هنا مثلا عن قضية عن أسهب قضية التورا التورا قبل أن نذهب إلى التورا كان هناك أيضا عدد من أشخاص الذين قتلوا أثماء التعذيب نعم نعم الثلاثة أشخاص الذين عرفت أنهم قتلوا الذين كلمت عنه علي الأوداء الذين خنقوا في تحقيق جون حمين ومصود البكيل الذي نمعته بكثرة تعدي بكثرة مسعود البكيل من حجة تقريبا نعم مسعود البكيل من حجة أصلا لازم أن نتكلم عن الحوثي أنا كما شفت في لمن القومي الحوثي محاكدين لأسهب سعادة ولأسهب حجة أكثر من أيها غيرهم لا توجد زنزانة لا يوجد فيه قثرة محابس من سعادة ومن حجة وأصلا لمن القومي لازم أن نذكر به أن السجن هذا بناءه خاصة للإرهابين ما هتقدر أن يدخل إلى هذه السجن إلا بقضية القايدة أو بقضية داعش لكن الآن أكثر من نص المساجين قضيتهم سياسي أو حتى جالسين بدون قضية وجالسين ممكن من سنين مسكوا الحوثيين كما أنا عاربت من المحابس مسكوا الحوثيين لمن أقومي في شهر ثلاثة في 2015 تقريبا في بداية الحرب ممكن قبل شوية لكن من ذلك لا أحد دخل بقضية إرهاب ما هتدخل يعني يستجمون السجن على طريق غير قانوني الأجانب الذين تم حبسهم هل يعني بتمام الإرهاب؟ لا لا ما أحد يرهاب منهم يعني الأجانب مثلا لازم نتكلم عن المواطن البنغالي بنغلاد الشيخ خالد سيف الله بلال خالد وكسطه أنه أشتغل في عمان أشتغل مع شركة عمان وعندما بند شركة حاده أتواصل بزملائه في السودية علشاني أقومي في السودية وارد أن يسافر بطريق اليمن سواك ألبس وأخذ منه فلو زيادة وعندما خرجوا من الصناع ودخلوا إلى عمران طلب السواك من خالد تقريبا ألفين ريال عماني خالد أكيد رفضا يدفع هذا المبلغ كبير وسواك بلغ عليه أنه يرحب خالد مسكوه والطول ودخلوه إلى جلس أكثر من سنتين في عمان القومي عدبوه بشدة كيدوا رجلي كيدوا رجلي يعني الفترة كبيرة لم يقدر أن يتمشى وتعبوه حتى نفسيا لم يعرف لم يعرف عن القائد أبدا لم يعرف عن داعش أبدا لم يعرف حتى عن الحوثين لم يعرف عن السلام لم يعرف شي لم يعرف مسكين 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 ودخلوه إلى قضية كبيرة أصلا هو نقلوه من العمان القومي لجوازات معي سوا إن شاء الله إن شاء الله رجعي إلى بنغلداش إن شاء الله يقدر أن يرتاح من هذا التعب كلها. وأيضاً لازمنا نتكلم عن عن المواطن الفرنسي أبدو القادر ماروك. أبدو القادر ماروك هو تعجر وتزوج في اليمن تزوج من البيضة مسكوه في متر سنة عندما أراد أن يسافر من اليمن. مسكوه من متر قد يقان عليه أنه يشتغل بمخابرات. لكن هذه كلها يعني عندما يقول لنا... هل ما زال في السجن؟ لا 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 خرج. خرج بطريق سليب الأحمر. الآن هو جالس في فرنسا. إنساء الله هو أيضاً يرتاح من هذا الموضو. و لازم نتكلم عن المجال كثيراً لكين سليمان الصومالي هو مواطن صومالي صواج في اليمن و جالس من دكال وقت عيش في اليمن من ثلاثة واشنسا أكثر من أشنسا هو جالس في اليمن حتى هو خرج بطريق أنه يدخل صومالين يحر بصومالين لليمن. لقد قمت بطريق كلها قدية بسيطة. أو قدية سنعي فقط قدية كاليبا. على إثنين الأمريكي كلمت عنهم جون حمين ومارك مكا لأيستار. هم قدية مصلاً قان على الإلام فقط. يعني أكيد الحوثيون فرهوا أني محصلوا إثنين بجواز أمريكية لشان يقدرون أن يعملون إلام كبير. أنت تواصلوا معك البيت العبيد تقريباً من أجل الشهادة إدلاب شهادة حول أنا أصلاً عندما سامخوا لي إثنين بأمي أستخدمت الفرصة أنهم لا يفهمون الكلام اللي يتكلم مع أمي. بأمي أنا أرسلتوا رسالة لسفارات الأمركية في المجار أن الشخص اللي مات في اليمن هو مات بقتل ومش بانتهار. يعني أصلاً هم عارفوا هذا بس ما قدرت أن أكيد أكيد يعني كان خطر كبير لي أن أخرج أكثر من معلومات وبعدها حتى منعهم الملات السلات من جديد. لكن أكيد جبتوا التفاصيل جبتوا المعلومات التي نعندي وإن شاء الله بعد المحابة صغيرة كذلك لدي معهم معلومات هم عملوا نفس الحاجة. أيضاً هناك أشخاص قتلوا نتيجة منع الأدوية نعم نعم ثلاثة أسمى مسجلين عندي هكذا الأول واحد منهم هذا واحد من المحابة قال لكسته اسمه عدل الزوعري كما قالوا كان معه مرض في القلب وإلاجه كان موجود في باب الزنزان حقه ورفضوا أن يدخلوا له الإلاج حتى مات. الشخص الثاني الذي مات هكذا اسمه أحمد المسلماني أيضاً مرض في القلب رفضوا أن يجيبوه إلى مستشفى والذي حتى أنا شفته شخصيا هو اسمه مجلي فرحان ما دخلوه ما أخذوه إلى مستشفى إلا بعد أن دخلوا إلى غيبوبة لكن من هذه الغيبوبة لم يكن مقدم طيب يعني في ظل هذه الظروف كيف كان أنت تحدثت عن قيود كانت تضع المساجين أصلاً القيود أولاً نستقدموه أولاً نستقدموه على محابس محابس الإرهابين لكن بعدهم بدأوا أن يجيبوه حتى للسياسين هم ما كدلوا أن يجيبوه كيد حاكد على كيفهم يعني لازم يسببون مثلاً عندي بنسبة لي أخذوا مني المحددات يعني أدمنوني من المحددات كما كلمت عنه أولاً وبعدين أخذوا مني المحددات لثلاثة أيام وأكيدوا أحد يجنم في هذا الحال حتى أنا أصبت بتوتر كما قالوا لي بعدين المحابس تشنشت تغضبت وقلت كلمة فوق الشواش ما عرفتوا كيف وخرجوني وقال لي يستقدموا كثير من المحابس دجدشوني أحدك بالليل دجدشوني بما ثلج ثم دربوني وجابوا لكيد الرجلي هذا الكيد لا يمكن أن تفتح رجلك إلا ممكن خمسة أو ثلاثة سنتي فقط لا تستطيع أن تبعد السرب على نفسك لأنه فيه ثقب صغير فقط يعني حتى ترتب نفسك مثلاً تريد تتروش هذا يحتاج منك ترتيب كبير بالنسبة لي أصحابي في الزنزان هم أحترموني يعني إذا كنتوا أريد أن تتروش ساعدوني أو يقدموني في الهمال نشوف أربعين شخص حمام واحد يعني جاعدوا الزحم أنا أحترموني أحترموني في كل شي بس مدير السجن هذا أبو محمد معروف باسم أبو محمد هو كان موازاة قدمة للمحابس وبعد نطلع مدير السجن هو من الحوثين محمد عبد الله علي خطير اسمه كما عرفنا اسمه الحقيقي هذا اللي هو كان مسؤول التعذيب هو مدير السجن مدير السجن هو مدير السجن أنا شخصيا كرحني شخصيا كرحني اسمه محمد علي خطير محمد عبد الله علي خطيرة هذا الاسم الذي عرفنا والرفض حتى إني ما جاءت رسالة وقالوا لي من الكيادة أن يفوك الكيد من رجلي رفض طيب هناك أيضا معتقلين سياسيين دبلوماسيين داخل السجن نعم نعم وهنا لازم أن أتكلم أتكلم عن عن دبلوماسي محمد عبد الله قاسم الضيفي هو كان كونسول اليمن في تنزانيا من 2012 إلى 2014 قبل أن أختبس أشتغل مع وزارة وزارة الخارجية اليمنية مع حكومة الشرية أختبس بتاريخ 2 يوليو في 2016 بعد استيلام فلوس من خارج اليمن أصلا يعني القضية الصناعية حقه يعني يقولون أنه يشتغل مع مصد الإسرائيلي لكن أكيد شوف أكيد يعني أنا أعرفه جيدا يعني هذا كل قضية بصيري أنه دبلوماسي لبدا كيف تم اعتقاله نقلوا قضيته لنيابة ونيابة طلب عليه حكم بإعدام المشكلة المشكلة نمثلا الاثنين من الدبلوماسي اللي شوفتهم الثاني اللي شوفتهم من الدبلوماسيا في وغرش هو كان السحفي الإلّام على استد ياحي الجبايهي جلستوا معهم مدة سنة في زنزانة واحدة لكن هو قدر bets لماذا لأنه كان علم في خلفه كان علم في خلفه يعني أسرته لم تخاف أسرته لم تخاف شغلوا المادي ger أستجن هو وابن حقه ديزان وحمزة جبيحي حمزة هذا هو موجود لكن هو محبوس وأعترف به أنه محبوس بس لكي يحددون الأستاذ لكي لا يتحرك ضد الحوثين كيف يريدون يمسكوه في هذا السجن حدثت الكثير من الأحداث في ديسمبر 2016 سبتمبر 2016 لتصفية المساجين نعم نعم على هذه الفكرة لازم أن أتكلم أنه أنه كان موجود معلمنا القومي كما نقلص من السجن القديم والسجن الجديد المن القومي في جولة آية كان في منطقة أسكرية أكيد التيران الساودي بدأوا يكسفون حولنا عند الماسكرات وكذا حصل في 13 سبتمبر هذا كان عيد الثاني عيدلتها في ذلك الوقت بعد الفرش بدأوا يكسفون حولنا وبعده في الثالثة عيدة عندما يكسفون الشواش كلهم حربوا وتركوا المحابس داخل الزنازين بدون أحد محابس هالقايدة في السجن الجديد كانوا متفرقين من السياسين يعني كانوا زنازين خاصة للقايدة قصروا الأبواب حقهم وفتحوا باك الأبواب وقصروا باب المخزن أخذوا البناديك الذين كانوا في أمن القومي كانوا في مخزن وقنات غاية ومنهم يكسرون الباب لشان يحربون المحابس لكن بعد السمعنا عندما حوثين وصلوا إلى السجن بيساكر ودربوا علينا رساس ودربوا علينا غاز مرتين وبعده عندما أخيرا أصحب الفوضى من القايدة والحوثين ومتفقوا أن إذا كل محبوس يجلس إلى تاروت في الوسط بالنقص داخلي يعني يبدونا الملابسات كلهم نبقى عايشين وعندما جلسنا كلنا هنا بدأوا أن يدربوا علينا الرساس بشدة بشدة جرخوا كثير من المحابس وأيضا هنا لازم أتكلم عن عن واحد من المحابس من سادة لقد أتكلم باسمي حسين راشد هو أصلا كان تاجر حشيش من أول يعني حتى هو قضيته على المركز يعني لو كان هذه قضية على المركز ومش على المنى القومي حسين راشد هو أحمل ثلاثة رساس فيه في نفسه ومات من الدرب هذا وسمعنا من الحوثين عندما أكلموا وكانت فكرهم أنهم يفجرون السجن يفجرون السجن لكي يقولون أن تايرة سودية قصفت السجن وقتل المحابس كلهم نعم الحمد لله عندما فتخوا فتخوا باب المخزن وكثير من المحابس أخذوا جوالة حقهم وبدأوا يتواصلون بسليب الأحمر وبدأوا يتواصلون بمنظمات حقوق الإنسان علشان ينشرون إيش يو سلمانا ينشرون النشواش والأمن العسكر كلهم تركوا المحابس داخل زنازين علشان يموتون داخل الخبر خراجي يعني كذا الحوثيو ما قدروا أن يخلصون هكذا نقلوا كلنا حتى من السجن القديم نقلوا كلنا إلى كسمهم في الأمن السياسي هذا كان بـ 14 سبتمبر 2016 يعني ما هو الفرق بين الأمن السياسي والأمن القومي نحن عدنا كوننا مع أمن القومي بس المكان كانوا في السياسي الأمن السياسي يعني حقوق المحابس في السياسي أكثر من الأمن الكومي يعني في أمن الكومي أصلاً ما فيش معك هاك ما فيش معك هاك في أمن السياسي معك هاك لكن بالتعدي بأشد من الكومي طيب إذا عدنا لموضوع قضية التوراة قضية التوراة نعم أربط أشخاص في هذه القضية أصلاً لا أستطيع لا سيدنا ما فهمت إيش بالضبط القضية حادي بس عرفت أنه هو مخطوط التوراة للتوضيح للمشاهدين أن التوراة هي التي تم تهريبها إلى إسرائيل أيوة أيوة نعم نعم هكذا هكذا أيوة يعني سجنوا أربط أشخاص في هذه القضية سجنوا هكذا الأستاذ يحيا لسم الفندم يحيا لسم مدير العمليات في مطر صنع اثنين من عملين المطر ما أعرفت إيش عملهم بالضبط في المطر سمير شاية وعمار مقنون وأيضاً في هذه القضية في هذه القضية الشعب ليبي سعلم مرحبي دربوهم في تحكيك دربوهم بالشدة دربوهم موت علشان يعترفون بشيء لأمان القومي أراد هم أكيد يعني بحاد الفرصة أرادوا أن يعملوا قضية قضية علشان يدخلون إسرائيل في علام أيضاً نفس السبب زي كان قضية يحوضة وكان قضية الأمريكي من أول يعني علشان يشهدون حق الصرخة حقهم فقط عذبوهم بالشدة ثم نقلوا قضيتهم إلى النيابة كلهم تعرفوا في النيابة أن الأمن القومي دربوهم بالشدة نعم قالوا وكلموا أن الأمن القومي دربوهم لشيء يعترفون بشيء لهم يريدون وكل كلامهم كذب حقاً كذب أنا أتخذ، بالنسبة عن ذلك لا أريد أن أقول مان هو لكن لابد أن أقول لهم لكن لابد أن أقول هذه القصة لأنه يمكن أن يعذبوهم الهم في الأمن القومي أكثر يعني لو كانوا خرجوا هذا القبر كلها الله من أحد الأرباء خرجوهم بعد فترة ودربوه وعدبوه لماذا قال في ن clumsy أنهم يتحدثوا وحددوه أن لو المحكمة خرجتهم يجلسون في الأمن القومي و قبل أن خرجت أمن الأمن القومي خرجتهم المحكمة خرجتهم المقمة وعندهم جعلسين في أمن القومي لكن لم يتم إطلاق صراحهم لماذا الأمن القومي ينكل قضية المحبس إلى المقمة وعدين لا يقبلون الحكم يرفضون الحكم هذا أسلوب قانوني في الموضوع هذا أنت كنت قريب من ليبي سالم تقريبا نعم 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 تلعب بيننا صداقة قوية والليبي الصراحة أن أقول لا أستحب هذا الكلام هو ليس موجود جنبي الله جعله يكون سببا نبقى عايش في هذا الحال يعني عندما مردت كان يهتم فيك في كل شيء في كل شيء ضرب حتى بأكل لشان يخرجوني بعمودي لمستشفى هو والضيفي اللي كلمت عنه لكن نصلا نستطيع تتكلم عن كل المحابس مثلا محمد المعيني اللي كان معي في زنزال محمد دارور وبشير الرمادي هم أسعب المقامم وخرجوا بتبادل أيضا يجب أن نتكلم عن جمال المعمري يعني كلهم سعدوني كثيرا جمال المعمري تعرضت تعذيب حتى الشلل يعني نعم نعم هم دربوه في سجن أحمد لي دربوهم وقسروه نحايا يعني لا يستطيع أن يتمشى نعم تلع مقصور كامل حتى هو خرج بتبادل والهن جعل اسم المقاممة خلال السنوات هذه هل زارتكم منظمة دولية صليب الأحمر أو الممتحدة مدير صليب الأحمر سجنوه مدير صليب الأحمر كان جعلس بيننا بجوهش هل بسبب معين؟ هو أصلا بسبب دينه لأن الحوثين بدأوا أن يحبسون البحاين الذين في اليمن كلهم بعدين بجوهش خرجوه لأن السليب الأحمر لم يستطيع يشتغل وقانو يشتغل لمن أقومي كان يشتغل من السليب الأحمر أن يخرجوني أنا ويخرجون خالد سيف الله ومحمد كامل التي أوبيه خرجوا بجوهش لأشان يسجلونه ويخرجونه لكن كان معروف أن بجوهش يعني دخلص العمل هذا يرجع إلى السجن أبوه أبوه بدي الله الصنعني جنسي وتخوير لكن معه جواز يمني كمان مدير مدني يشتغل مع بزارة الإنشاء في الصنع عادوه جالس عادوه جالس البهائيين كم عددهم موجودين كثير في السجن ألحي ممكن ثلاثة وأربعة باكي أخونا اللي لازم أن نتكلمان هو كيوان محمد سعيد أرجو أن أقول الإسم الحقيقي أنا عرفت إسمه كيوان فقط لكن كما أخذت من بعد المحابس أخذت هذا الإسكي ومحمد سعيد هم كلهم قضيتهم ومش دينهم قضيتهم يعني ما سجنوهم بسبب دينهم سجنوهم بسبب المال اللي معهم يعني يريد الاشتحفاد على أموالهم بالضبط بالضبط نفس الحاجة فعلة للحوثي مع تجار كذلك سجنوا كثرة تجارة لشان يسرقوا معهم بهذا الفلوس يدفعون للحرب يعني أخيرا من اللي يدفع الحرب هذه كلها؟ المواطنين نعم طيب بعد تجربتك القاسية داخل السجن هل تغيرت مضلتك لليمن واليمنيين؟ لا أبدا لا أبدا لا هذا الحال مش يمن اليمن جريه اليمن كلها في السجن الشعب اليمن كلها مغبوس كلها مغبوس نعم ما فيش وركة لهن من الحال الداخل الزنزان وخارج هل ستعود إلى اليمن إذا تحت الفرصة وانتهى عندما أنت تقول حوثي الله توسر جاءه؟ أنت شكلت فرقة الرمادة المشتعلة ربما ولديكم مشاريع تتعلق بمشاريع فنية تتعلق باليمن ما هي فكرة إنشاء هذه الفرقة خاصة الذين يعملون فيها من جنسيات مختلفة؟ فكرة الفرقة أصلا جاء عندما خاصة داخل الزنزان نتعرف كم مهم في حياتنا أن منظمات وناس رسمين يحتمون بحقوق الناس عاما هنا عندما تكلم حقوق الإنسان لا أقصد الكلام الفادي لأن الناس يستخدمون كدف الإنسان يعني حقا يعني لازم خاصا في هذا الحال لازم نحتم به حقوق الناس والفن هذه هي طريقة جيدة أن نرفع صوتنا بطريقة الفن تستطيع أن تفتح قلوب الناس أكثر من السياسين يعني هناك السبب لماذا السياسين كلهم يستخدمون فنانين جنبهم كلهم لأن بحادة طريقة تستطيع أن تفتح وأنا داخل السياسين سنقنع معي وكثير في السياسين يعني علفت أكثر من ثلاثين غنيا يعني كتبت كسيدة مثلا عن الإرهابين كتبت كسيدة عن الحوثين وغنيتها نعم وإن شاء الله قريبا سنقرج الفيديو وكليبها قوة لشان حتى بهذه الطريقة ننشر للناس إيش الحقيقة عن هذا الحال هل تستطيع الفن إيصال رسالة أن الحوثين جمع إرهابية خاصة أنه في الغرب لا أحد يعتقد أن الحوثي إرهابي أكيد هم يعرفهم بس يصمتون عن الحالة لو كلموا عن اليمن لكن أصلا هذه أنصرية لو نفس الحال تلع مثلا تلع في أمريكا أو تلع في ألمانيا كل الإلعام العالم سيسيح عن هذا لكن في مضو يمن يصمتون ما أحد يعرف من الناس إيش يوصل في اليمن ما أحد يعرف هل هم ليسوا ناس ليسوا بشر ليسوا بني آدم بشر مثل كلنا بشر مثل كلنا يستعحلون المساعدة في هذا الحال يستعحل اليمن أن يخرج من هذا يتفرج من هذا الحال اليمن الآن في مرات كبيرة في مرات قوية ويحتاج شفاة لكن بدون أن نرفع صوتنا إذا نبقى صعامتين ما أحد ينفع اليمن هل تعتقد أنه بإمكانكم التغيير ولو جزء بسيط من نظرة السلبية تجاه اليمن عن طريق الفرقة الموسيقية وعن طريق الفن أكيد الموسيقى لن يغير لن يغير الحال لكن يستطيع أن يفتح طريق يستطيع أن يفتح طريق أن الناس يعرفون إيش يوصل ربما نجد طريق أن الرسالة توصل لأحد أو لأثنين ثلاثة من الأشخاص الذين يستطيعون أن يدخلون في هذا الحال نعم طيب الآن في أقل من دقيقة ربما لم يعد لدينا وقت ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها سواء لليمنيين أو للحوثيين أو للمجتمع الدولي أو للحكومات الغربية ربما ما أريد أن أقول وأقلب من المنظمات وأقلب من الديبلوماسين وأقلب من الناس الذين يمكن أن ينفعون المظلومين أن يتواصلون معي بشبكة في الفيس بوك أو حتى بشبكة يوتيوب لكي أعطي أكثر معلومات خاصة يعني لازم لو سمقتم لازم باكي أتكر بأسماء الذين أنا شفتهم في السجن ولازم لازم أنشر قصتهم حتى بأسماء فقط تفضل باكي الذين ما كلمنا عنهم خلدون سالم خلدون سالم يشتغل مع مكتبة حمير الأحمر حبسوه وعدبوه بالشدة علشان معلومات فقط أعترف لهوثي أن أنا ما فيش عليه قضية بس كانوا يشتوا يأخذوا معلومات منه اللي شفتوه أنا مثلا المواتن خالد القديمي هو من خديدة يعني دخلوه إلى قضية غسل الفلوس غسل المواتن لمدة ستة سبعة أشهر منعوه منعوه حتى أمبالتسل من أسرته إسمايل قادرو إسمايل قادرو نعم الضابط إسمايل قادرو اللي حتى قضيته كان حول المكاومة الله يخارجوه الله يخارجوه كثرة الناس من أصحاب سادة كثير منهم خرجوا بتبادل لكن مثلا أنا هنا سجلت لي أسماء الذي عارف أنه معدوم جالس مثلا الشيخ عبد الرحيم ربشان بدر المراني يوحيى هديش وباقي غيرهم يعني بس ما عارف له ما عارف من اللي خرج منهم من اللي لا والذين خاصا لازم أن ننشر قصتهم أصحاب حجة الذين أنا شفتهم بعيني لكن أكيد موجود غيرهم كثير هنا لازم نتكلم مثلا كسة أحمد علي الماكوفي اللي خرج مدة وزبايا مدة شخرة كما حكذا بطريق تبادل أخوه محمد الماكوفي عادوه جالس في من القومي كلهم جالس بدون قضية أحمد الماكوفي أصلا هو أنا كلمت معه الهينة سباحا قبل التسوير وجالس في معرب لكن قال أنه أني أنشر أن الحوثين أخذوا عليهم كل شيء وتركوه بدون عمل بدون ما لا يستلف حتى مع له لا يستطيع راتبه لا يستطيع أن يرجع إلى حج إلى اندسرته ونريد أن نفتع حيون المنظمات لأنه يشوف الحبس يعني بخروج من السجن لا ينتهي لا ينتهي الأستاذ أحمد الماكوفي قصته مثل من كثير لكن أيضا لازم نتكلم مثلا عن حادي الخميسي حادي الخميسي يعني قضيته أنه جاب معلومات لجيش الساودي حادي الخميسي لا يعرف أن يكره ويكتب كيف يجب معلومات هذا محرب قاد في حدود الساودي صالح البكيلي عن محمد هجر محمد هجر هو كفسته محزن جدا دخلوا الحوثين على أرض حقه علشان الطير يقصف في أرضه وكذا يقتلوا أشخاص من أسرته نعم أستاذ عبدالحكيم الوقت داهمنا انتهى لكن أتمنى أنه هذه الأسماء أيضا تصل للمنظمات الدولية طبعا ذكرنا بكلهم تقريبا أتمنى أنه هذه الشهادة أيضا توثق وتصل للمنظمات الحقوقية الدولية عسى أن تستطيع تكديم شيء وأنا أشجع كل أحدا يتواصل يتواصل عبر فيسبوك وعبر يوتيوب على شبكة الخاصة إن شاء الله نكتب نكتب لهم فيهلان نكتب فيهلان بيانات الشبكة إن شاء الله يتواصل معي أحد وأنا مستعدا نجيب كل المعلومات التي نعدي وأفتح إلاك بين المظلومين وأسرتهم والمنظمات ونتمنى أن نجد فايدة ونتمنى أن نستطيع أن ننفع المحابس كلهم وآخر كلام سريد أن أقول أن هذا الوقت أخترت أني قصة داخل السجن سأكتبه في كتاب مش القصة فقط لكن كما أنا شوفت هذا علاقة قصة مع المحابس وبدخل هذا الكتاب لقدرنا نسوقها غايتنا أن ندعم أسرة المظلومين كلهم إن شاء الله شكرا جزيلا لك السلامة عبد الحكيم أعزائنا المشاهدين في ختم هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبد الحكيم فارس المختطف والمعتقل السابق في سجون الحثين وهو فنان وموسيقي ومهندس صوت مجري عاش في اليمن لأكثر من عشر سنوات أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة قادمة كونوا على المعد اشتركوا في القناة